وقع صندوق أبوظبي لتنمية اليوم اتفاقية مع الحكومة الغنية لتمويل مشروع تطوير تقاطعات وطرق رئيسية في العاصمة كوناكري بقيمة 95.5 مليون درهم ما يعادل 26 مليون دولار أمريكية ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق داخل مدينة كوناكري لتحقيق التنمية المستدامة ويساهم المشروع الذي يتكون من إنشاء تقاطعات علوية ودورات وأنفاق بالإضافة لتأهيل طريقين إلى تسهيل حركة المرور ونقل الركاب من وإلى المناطق المختلفة في العاصمة الغنية كما يعمل على ربط وسط المدينة مع المناطق الحضارية الأخرى